نحن اليوم موجودين في Vox Cinemas وبالثيتر تحديدا عشان ناخدكم في أفخم تجربة سينما روحتوها بحياتكم فاخترنا خمس فائزين يجوا معنا اليوم عشان يجربوا التجربة وحناخد قراءهم بالنهاية وتشوفوا انتوا فعلا تقييمهم للشغلات الأساسية اللي احنا شفناها اليوم هل اللي انتوا ما بتعرفوا غير انه طبعا زي ما انتوا شايفين المدخل والسينما نفسها كتير كتير فخمة الأكل كمان اللي بقدموه هنا اللي شف اللي محضره هو Michelin Star Chef يعني من أعلى مراحل الشفات اللي ممكن توصلها بالعالم وحتشوفوا هلأ بشكل سريع شو اللي كان موجود في المانيو ولقدام شوي كمان في الفيديو هتشوفوا أنواع الأكل اللي كمان احنا أكلنا منه ففي معلومات سريعة عن الشيف أكيرا باك هو اللي صمم المانيو وهو اللي حائز على الميشلين Star الشيف بحب انه في كل وجبة وكل لؤمية انت تدوقها ما بده انه بس يحط شغلات مع بعضه في نفس الصحن اللي ما في اشي يوحدها ألا بده ياك انت تحس انه كل مكون في الصحن بيجمعك من حضارة أو منطقة حول العالم وهذا اللي بيخلي تجربة الأكل عنده أو من المانيو تبعه اشي رائع من عالم تاني الحلوه انه كان بالعب رياضات مختلفة وهذا اللي علمه اهمية انه يشتغل مع الفريق واهمية انه فعلا التجربة بشكل عام هي تجربة فريق مش تجربة شخص واحد الحلو في التجربة انه من بدايتها مميزة فتنزل انت الاسكليتر من السينميات العادية وعلى طول بتلاقي في وجهك اسم المحل فيتر وبعدين بتدخل على واحد من افخم لوبيات السينميات اللي ممكن انت تشوفها فكرة اللوبي انه اول شي اول ما تدخل في ممكن ريفرشمنتس او مرتبات بالذات من الجو الشوب انك ممكن تاخدها تستنع بينما الفيلم تبعك يبلش طبعا القاعة اللي ممكن تستنع فيها اشي رهيب جربنا احنا الكنابيات والكراسي الموجودين هون من عالم تاني وبس يجي وقت الفيلم تدخل بكل بساطة اللي هم ثلاثة او اربع قاعات موجودة جوا وهلا بناخدكم جوا بتشوفوا فعلا كيف تجربة من جوا القاعة نفسها بس عشان تشوفوا من هلا المنطقة يعني حتى وانتو بتستنوا ما في ملل ما في زهق ونفس المستوى العالي والمتميز طبعا القاعة كلها محجوزة لنا بيجي معها احرامك الخاص وكل واحد ايلا واحد من هدول الكراسي شو اللي مميز في الموضوع؟ ولما توعد اوه اول شي زي ما هو الكرسي بتحس حامل تريد تنام محلك بس عشان تنام بزيادة بالفيلم عندك هونتك كبسات جانبية بتقدر ترفع الإجرين من هون اهاي اول خطوة بدأني خطوة بترجع كرسي وبتودع العالم فبتحضر انت الفيلم مبدئيا وانت برطس طلع طلعط بس هيكه زي نعيشكم الاسبال فعجد وطبعا للي بيكون بردان درجة الحرارة بنتازة بس حرام خفيف بتحطه فوقك وتعيش الدور يعني بالاضافة للموضوع عشان انت ما تغلب حالك يعني انت كنت مرتاح وهيكم بس بدك تطلب شغلة او حابب حدا يجيب لك اشي من برد ففي كبسة مخصصة هون سيرفس بتكبسها وعلى طول بيجوك بدك تطلب شغلة زيادة في المني هون بدك يعلو درجة الحرارة كل شيء كبسة تزر حرفيا لكل مكان وهنا طبعا فيه محل عشان تشحن فيه التليفون اي حدا جايب معها سلك الشاحن موجود الخدمة كانت اكتر من رائعة بصراحة اول ما تكبس الكبسة بجوك رمح الاكل كان روعة حتشوفوا هلا الفيديوهات لما الدنيا تكون عتمة تحتاجوا اضاءة شوي خفيفة تشوفوا لانه في عندكم مساحة كتير كبيرة للأكل ومساحة تحط فيها اشياءكم فعندكم هاي الاضاءة تطلع اضاءة جدا زريفة وخفيفة يعني كافية لما تكون عتمة بس مش كتير قوية لما تكونوا عم تحضروا الفيلم وطبعا بتتحكم فيها كل واحد عنده اضاءته الخاصة كل الكلام اللي حكيته هادا بانطبق لكل شخص بوعد على الكراسي كل كرسي يطلبه نفس الاسم طبعا الحلو في الموضوع لو انت جاي مع صاحبك او جاي مع خطيتك او زوجتك كل اتنين بقداروا مع بعض وفيه خصوصية عبين كل اتنين فيه حاجز حلو ما بتحس حالك قاعد بغرفة لحالك بس من نفس الوقت لكم خصوصيتكم من حلوة وبين كل لفل ولفل في هادول الحواجز من نصص كمان بتقدر تمت اجريك يعني انا شاب طويل بقدر امت اجريه وما باوصله يعني عشان ما تكون زي بالسيلميات العادية كتير اقراب على بعض وكتير المساحة الديقة وبتلاقي اجر واحد طلع من تحتك كل واحد هون له مساحة الشخصية وتستمتع انت وصاحبك او انت والشخص المرافق اليك كمان فهدا الموضوع صراحة ممتاز جدا من احد الفصوصية فقدروا فهذا الدياتر اشتركوا ان تختار ما يريدك الواحد ما يكون عنده القاعة كاملة بطل يعرفين بده يقعد طرح كل الكراسي متوفر بس اما واحد ينعطاه له كرسي وبعد فالحمد الله عن نعمة الاختيار ففرست بس بدنا نقرر شبنا ناكل فالخبرية الحلوة طبعا انه كل الاكل هون المانيو هاد ونحضر من مشلين ستارشف يعني صور لحالها بتعبر طريقة وبعدين ما تقرأ الوصف لعابك بنزل هيك فاحنا طبعا مش عاشوين شو نختار قادنا فيه خيارات هاد خانونا نشوفوا كل واحد هاي وقعد بطلع المانيوم نفسي يطلب كل اشي مكتوب علينا شو 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 بطلع هههههههه فوش شو شو ش موسيقى فهلأ احنا هناخد تقييم الشباب من واحد لعشرة على أربع شغلات أولا الأكل ثاني إشي الراحة ثالث إشي الخدمة ورابع إشي التجربة بشكل عام تمام؟ الأكل كيف كان من واحد لعشرة؟ صراحة والله ذاكي يعني قدوش تعطيها؟ تسعة صراحة ذاكي خاصة ندزل يعني ايش كانت دوبتني دوبتني والله فيه ذاكي كان صراحة حلو فهلأ اعطيها بنا نائس نائس نعم ماذا تحبت عنها؟ أحبت أحبت السوشي أحبت أيضا تاكو أحبت السربي والعشرة 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 جيدة ماشاء الله الأكل تحفظ بصراحة حلو كيف تعطيه من الوحدة عشرة؟ تسعة عشرة أوه بصراحة الأكل كان كويس قوي حلو أحب الناس أحبت كويس وكيف عشرة حلو فهل سيا كيف تعطيه جميعا شكرا فهل يبعد وكيفما فهل سيا وكيف الأشرة تراحة لدي كورسي تتطوير الأفلام جيدة تحرك وتظهر واجر واسع وريح وإحلام ومخدة والله اعجب دكتنامك ماشوال الجميل جدا من 1 إلى 10 هادلت عطي 10 أظهر جدا جميل رائع جدا جميل جميل جدا جدا جميل كيف تحب بها؟ كما ستحب بها؟ محببت هذه الكثيرات المساعدة، الجمعات، المتحر المحوطة، كل شيء جدا، إنه 11 هادل صراحة كنت تشعر أن أحنام والكرسي يحرك PAUL ساحتاج لنقليّة بحضول أمور كيف روufنا ب كانت توجيه من 1 إلى 10 10 لا تتساعد كنت كنت كتابة كنت كتابة في بلانكت كم كتابة 10 لأنك تختار وكتابة في السيطة جيد ثالثة خدمتهم كثير حبل تشعر فيهم تشعر في فندق تشعر في سينما جيد حسنا أيضا الناس لا تتساعد عندما يذهبون يحاولون أن يدرون لأن الناس لا تتساعد أيضا الناس لم يتساعد حسنا الناس لم يتساعدوا لقد أطلقوا الناس 10 10 لأنهم كانوا جميلة نعم والتجربة بشكل عام كيف تعطيها بها؟ تجربة جميل تجربة جيدة في السينما نصح تجربة جميلة جدا فكرة جميلة في السينما إنك إنت إيش يأكل وراحة توجدين هذين الاثنين تجربة جميلة تجربة جميلة أيضا 10 أنا جميلة ومشكة 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 أتمنى أن أتمنى هل أعطيتهم كلهم أو أعطيتهم أعطيتهم كلهم 9.67 حيث إن أريد أن أقوم بها كما تجربة جميلة حبيت ومشكة عملاة 10 نعم جميلة 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 شكرا 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 لكم شكرا 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 شكرا